سفتي من إدارة الزات اللي نحن نقدمه كل يوم للناس خلونا نتابع إدارة الزات في رمضان نرجع نتواصل معكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتغبر الله منا ومنكم صالح الأعمال تكلمنا عن تحمل المسؤولية وتحمل المسؤولية ركزنا أين تغف الآن عرفنا أنك الآن في الوضع أنت فوقه مهما كان هذا الوضع إيجابي سلبي المهم أنت الآن واقف في أرض معينة أين تريد أن تكون لأين تريد أن تصل فإذا في حاجة مهمة جدا جدا أنه لازم يكون عندك هدف طيب هدفك إذا نحن أصلا لا بد أن يكون عندنا هدف إذا أنت وضحت هدف وما شعر تحريره فبها إذا ما وضحت هدف تأكد تماما أنك أنت الآن بتنفس في هدف بس للأسف الشديد أنت ما منتبه على ما هي هذا الهدف فغالبا بيكون أهداف غير جيدة أو هداف سالبة طيب ليه لازم يكون في هدف أول حاجة عغلك اللا واعي لا يمكن أن يكون يعمل بدون هدف لازم يكون في هدف سواء أنت رضيت أو ما رضيت لأنه واحد من أهدافه أو واحد من وظائفه أنه يحقق أهدافك واحد اثنين يحافظ على حياتك طيب يحقق أهدافنا دي قلنا هنتكلم عنها الليلة يحافظ على حياتك هتلقى أنك عندك تصرفات لا إرادية زي دقات قلبك هتلقى أنه عندك إنزيمات بتفرز لأنه عقلك اللا واعي يشتغل 24 ساعة لمصلحتك ليحافظ على حياتك حتى في حياتك لما أنت واجه أي خطر هتلقى أنك أنت في جرد تفعل أو حاجة لا إرادية عنك تخليك تعمل شيء معين حاجة لا إرادية تصل بها لأنه تنقص حياتك تصل به له هدف معين لا شعورية طيب إذن إحنا ما عندنا هدف وعقلنا في نفس الوقت بفهم بطريقتين طيب قلنا العقل عنده وظيفتين أنه يحافظ على حياتك واحد حاجة تانية أنه يحقق أهدافك حاجة تحقيق الأهداف هنتكلم عنه لكن بيفهم بواحد من طريقتين بيفهم بالصور وبيفهم بالمشاعر وهنا تكمن الخطورة لأنه الاثنين الصور والمشاعر ممكن يكونوا حاجات متخيلة والمتخيل بالنسبة لنا نحن في الواعي حقنا شيء متخيل لكن في اللاواعي اللاواعي لا يفرغ ما بين الحقيقة والخيال فحيعتبر كل شيء يجيه عبارة عن حاجة صحيحة طيب نحن عايزين يكون عندك هدف وحلقتنا نتكلم فيها عن الهدف وهمية أن يكون عندك هدف لأن حياتنا ما بتستغيب بدون أهداف فأهم حاجة في أنك تحقي خدفك الخطوة الأولى تعرف أين أنت وأين تريد أن تكون حتصهر بعد ذاك في النص الموارد بتاعتك عندك موارد ذاتية حقتك حنتكلم عن كل موارد أو حنتكلم عن موارد في حلقة منفصلة إن شاء الله فإنت عندك الموارد تخليك تصل للحطة لأنت عايز تصليع إذا آمنت إنه الحطة فعلا أنا عايز أصليع طيب مفروض إذن يكون عند رؤية لأين أريد أن أكون طيب نفترض إنه يعني عندك هدف إنك تحقيق مال أو يعني بالتحديد مثلا نقول مية مليون دولار فتحال نحن دارين نخلي هدفنا دا يكون هدف سامي إنه مية مليون دولار إذا الآن أنا قلت لك إنه في شخص ما أو بأي طريقة من الطرق فعندك مية مليون دولار كسبتها الآن أعطوك لها الآن أديتك مية مليون دولار ماذا تفعل بها هتلقى كمية من الإجابات الممكن تعمل بها شنو المية مليون دولار تستثمر بها أشياء كثيرة إنت ممكن تعمل بها تعمل بها المية مليون دولار أكتب إجاباتك فكر في إجاباتك لأنه في سؤال جوخر تاني حيجينا لو اكتشفت طور الله في عمرك إنك أنت هتعيش فقط شهر تاني لقدام أو ثلاثة شهور لقدام بعدها هتموت الأعمار بيد الله فماذا سوف تفعل بهذه المية مليون دولار هل هو نفس الشيء أنت هتعمل العملته أول نفسه هتعمل التاني لا كل واحد من السؤالين دين واحد يوجه كول ما قلنا عندك مية مليون دولار هتعمل بها شنو تلقى أنت الآن مشاهد على مستوى الحياة مستوى الجسد فكرت في البيزنس اللي أنت هتعمله فكرت في الأموال الانتحة تجنيها في الفوسحة الانتحة تتفسحها لكن لما قلنا ستموت بعد ثلاثة شهور بعد ذا بيبقى فيه استثمار أقرب للاستثمار أو للمستوى المكون الروحي هتلقى أنك حتى لو استثمرت في الدنيا هتلقى هذا الاستثمار مربوط بالآخرة تلقى وده نحن عايزينه عايزينك استثمار هدفك اللي أنت بدخلته مهما كان هذا الهدف أربطوا دائما بالحاجات السامية دائما أزل نفسك السؤال طيب الفايدة شنو هل البيزنس بتاعدها حينتهي بانتهاينا أول ما أنا أنتغل للدار الآخرة حينتهي قلنا أفكارك ممكن تكون موجودة فإذا المطلوب أنه بيزنسك يحمل أفكارك يحمل قيمك محتقداتك وكل الكلام المفروض يكون ماشي في اتجاه أنه يصل بك لمكون سامي جدا جدا وهو الروح لأنه أموالك ممكن تكون ممتدة معاك حتى بعد موتك فإذا مهم جدا جدا أنه نعرف أين نحن الآن وأين نريد أن نكون نريد أن نكون هناك في حتة ما يجب أن أتخيل أين أنا أريد أن أكون بعد ذلك بحقيقة يسمى التنشيط الشبك طيب إذا ما عندي هدف الحيحص الشأنه العقل لا يمكن يعيش من غير هدف فإذا لازم يكون في هدف إذا ما أديت هدف حيمش يشوف الحاجات التي عندك اتجاه إحساس إحساس بالمرض إحساس أي حاجة أي حاجة فيه إحساس أو فيه صور حيعتبر أنه هذا الهدف بتاعك لأنه يفهم بالصور يكون هذا الإحساس إذا كان سالب أو إيجابي إحساس بالسعادة أو إحساس بالحزن العقل يدعم معاين بنص الطريقة ويعتبر هذا احتفال فإذا طوال يقوم العقل يأخذ إنه هذا هدف ويحقق لك هذا الهدف إذا فكرت إنك اليوم ستقدم حلقة وفي هذه الحلقة ستكون تعبان وممكن الكلام يروح منك ويجيك الشعور أكيد سالب فهين طوال العقل يحتبر إنه ده هدف فأول ما تقيف قدام الناس وتحاول تتكلم هتلقى إنك إنت أقلك طوال حيبتدي يشتغل أنا في هدف مفروض أحققه فيقوم يرفع إليك الأدرانالين في جسمك المهم في كل الحياة تشتغل لتحقيق هذا الهدف فكن إيجابيا بهدفك عشان تحقيق حاجاتك أنتبه لأهدافك الأهداف عندها متطلبات مواصفات الهدف الجيد معروفة فممكن نحن نطلع عليها شكرا جزيلا نلتقي إن شاء الله في حلقة غادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة